السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نساكم الله بالخير جميعا بالأمس كنا نتناقشنا و بعض الشباب عن المسامير والشد الزايد وأنها ممكن تنكسر أو تنقطم قال واحد من الأخوان اللي هو الأخ عاص من الحبيب الله يزا خير كنا نتناقش قال بعض الأحيانا وأنا أفكلي مسمار يطلع زي زي ريحة البرود كذا كنت أعتقد أنه يمزح فجيت اليوم أفك أفكلي البسمار حق السبطانة ما قدرت أطلع بالقوة لما فكيت كذا ضرب ضربة قوية أنا قلت يمكلينقص لكن سلم الله سبحانه وتعالى وطلع الألمنيوم ومسميرة الحديدة ومسميرة ستاليستيل أحيانا تمسك فيه بشكل غير طبيعي وما تنفك لذا الأفضل استخدام أنا والله ما عندري ش أسمه للأمانة زي الشحم كذا أبيض أو سيليكون تقيل تستخدمها المسمير مثل هذا الآن الآن حطيت عليه من نفس المادة هذه هنا أنا تذكرت مشكلة كانت تحدث معي كثير جدا اللي هي مشكلة اللي هي مشكلة قواعد الدرابيل لما نشد عليها أحيانا تعرفون أنتم لما نشد عليها ونيجي نفك أنا لقاها ماسكة قوة أحيانا تنقطم خصوصا بعد القواعد اللي زي كذا غالية فهنا مشكلة لذا الأفضل استخدام أنا والله ما كنت ناوي أنهز الفيديو نحايا لأن صار معي الموقف هذا والله كاد ينكسر المسمار فالأفضل المسامير اللي تشد على ألمنيوم على ألمنيوم الأفضل اللي يوضع لها مثل المادة هذه أو سيليكون 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 أو شحم ثقيل خفيف لأجل لا يمسك الحديد في بعضه هذه فقط ملاحظة أتمنى إن شاء الله أني ما كون ضائقتكم وأفدتكم في شيء أنا كنت أعاني منه بس ما وصلت المرحلة أني ممكن أن نكسر المسمار أو ينقطم مرت علي قواعد والله خربتها والله أعلم